اشتركوا في القناة السؤال الاول السؤال الاول بيقول ايه الاستجابة التي تنشأ نتيجة المثير الشرطي استجابة نقطة ها ايه الاستجابة اللي بتنتج عن المثير الشرطي استجابة طبيعية استجابة محايدة استجابة شرطية استجابة مخالفة طبعا تقول الميز ده سؤال مباشر جدا يعني اقدر طلعهم بالكتاب عادي الاستجابة اللي بتنشأ عن المثير الشرطي بتبقى استجابة شرطية طب ماشي كتا صح تعالا بس نستغل الفرصة وندخل دخل كده ونوضح جزء صغير في الاستجابة الطبيعية أو الاستجابة الشرطية بصوا يا سنة ثالثة مثير طبيعي يؤدي إلى استجابة طبيعية إزاي؟ فاهميني مش فاهم دلوقتي لو أنا جيت قربت إيه دي من شيء سخن هيحصل إيه؟ هسحب إيه دي بسرعة اللي أنا عملته ده إيه؟ دي استجابة طبيعية المثير الطبيعي هو النار أو درجة الحرارة المثير الطبيعي ده أدى إلى استجابة طبيعية يلا سحبت إيه دي بسرعة من على مصدر الحرارة يبقى المثير الطبيعي يؤدي إلى استجابة طبيعية وخلي بالك ملحوظة مهمة جدا أن الاستجابة الطبيعية هي استجابة غير متعلمة يعني ما حدش بيتعلم هي بالفطرة كده روح لأي حد في أي حتة في الدنيا وخليه مدي ييده على شيء ساخن هتلاقيه يعني على طول بعد إيده لأن دي اسمها استجابة طبيعية فالمثير الطبيعي يستدعي استجابة طبيعية والاستجابة الطبيعية دي استجابة غير متعلمة تعالوا بابص على المثير الشرطي ما هو المثير الشرطي المثير الشرطي ده عبر عن مثير في البداية كان مثير محايد يعني مثير ما بيديش أي استجابة يعني ما بيعملش حاجة لما بيتعرض على الكائن ما بيعملش حاجة مثال في تجارب إيفان بافلوف كان المثير المحايد هو صوت رنة الجرس فطبيعي هات أي كلب في الدنيا ورن جنبه جرس عادي ولا هدي أي استجابة لأنه هو مثير محايد لا يعطي أي استجابة لكن بفلف حاب يلعب مع الكلب حاب يعمل إقتران بين المثير المحايد اللي هو الجرس اللي مالوش لازمة بالنسبة للكلب ولا يدي أي استجابة مع المثير الطبيعي اللي هو الطبق الأكل مع تكرار الإقتران سمعني بقولك إيه تكرار الإقتران يعني الموضوع ده تعمل مرة واثنين وثلاثة أنا بقدم طبق الطعام المثير الطبيعي برن معه جرس المثير المحايد ويصبح بعد كده شرطي مع تكرار الإقتران يصبح الجرس بمفرده لما جي أرنه بيدي الاستجابة ولكن هنا مش أسميها استجابة طبيعية ولكن ناسمها استجابة شرطية يعني حتة دي ممكن نحفظها شوية مثير طبيعي يؤدي إلى استجابة طبيعية مثير شرطي يؤدي إلى استجابة شرطية السؤال اللي بعد كده تخصيص وقت معين للاستسكار والالتزام به يساعد على الانتباه ولا الإدراك ولا الفهم ولا التفكير عايز أوضح حاجة بخصوص هذا السؤال هو يبدو السؤال سهل وبسيط وأطلعه مباشر من الكتاب وقلنا على فكرة الامتحانات دي بتبقى بتراعي كل المستويات يعني ما ينفعش يجيب المتحان كله صعب جدا فيعني مش كل الناس شطرة جدا 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 زيك كده بالزبط ولا ينفع جيب المتحان كله سهل قوي 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 فيعني لأ هنلاقي كده أسئلة مستويات هناخد شوية أسئلة مباشرة شوية دي تدخني منه القصة أشرح لك بيه حاجات معين بس بيجي الأسئلة التي هي في الامتحان الأسئلة التي هي في الامتحان أسئلة مستويات تفكير وتحليل وتركيب ودي برضو هنستعرضها مع بعض في الحلقة تعالي نرجع للسؤال بيقولك إيه تخصيص وقت معين للإستسكار والالتزام به يساعد على إيه الانتباه ولا الإدراك ولا الفهم ولا التفكير طبعا أنا بنوه للمرة 17 تقريبا ما أخدش السؤال بالشبه فأنت تقول آه ده شكلها فهم يعني ما هو يبقى خاصة السؤال عشان أفهم ولا لا تيمشي إدراك انت بتنقي ما فيش الكلام ده أنا معي الكتاب عشان أفتح واجيب الخيط طيب تخصيص وقت معين للإستسكار قولا واحدا هو الانتباه طب تعالي أقولك على حاجة لو أنت فتح الكتاب دلوقتي على الانتباه هو أسس الإستسكار الفعال أوكي هتلاقي في الانتباه جملة مباشرة جدا بيقولك إيه تخصيص وقت معين هل الاستسكار ده انتباه تعالي أجيب لك نفس الجملة بس هغير حتة صغير تخصيص وقت معين للانتهاء من المذاكرة ده يعتبر إيه ده يعتبر زيادة الرغبة في الاستسكار ففي الاتنين اسمهم وقت ووقت لكن دي حاجة ودي حاجة يبقى الانتباه أنا بخصص لنفسي وقت أبدأ مذاكرة فإن شاء الله هبدأ من يوم السبت أو من أول الشهر لقى الكلام ده خلاص دلوقتي مش ما ينساه لأ ده لا بدأ من دلوقتي تخصيص وقت لبداية المذاكرة ده انتباه تخصيص وقت للانتهاء من المذاكرة ده زيادة الرغبة في الاستسكار فعشان ما تسافرش ما تتلغبطش وما يتحكش عليك السؤال الثالث حدد المختلف من هذه المجموعة طبعا انت تتفاجئ انت في حاجة زي كده في الامتحان يعني انت دايما متوقع ومتدرب على اختار الإجابة الصحيحة لا أنا جاي ألعب معاك النهاردة لا أنا مش عايزك تختار الإجابة الصحيحة أنا عايزك تحدد الإجابة الوحيدة المختلفة أو اللي ما تنفعش لهذا السؤال جديدة دي صح؟ يلا دي لعب مش مشكلة حدد المختلف من هذه المجموعة تعال بص المجموعة اللي قدامنا فيها حاجة مختلفة فيها حاجة غريبة بيقولك ايه؟ العوامل المؤثرة في النمو وجاب لي أربع اختيارات والمفروض فيه اختيار من الأربعة مختلف يعني مش من ضمن العوامل التي تؤثر في النمو فتعالى معايها الحاجة إلى تقدير الزات الوراثة؟ الغدد ولا الأسرة؟ رأس السؤال مهم جدا ما تبقاش عامل زي الآلة متعود على اختار الإجابة لأ أصحى أصحى في الامتحان يعمل معاك أي حاجة براحته أنا عايزة نقي إجابة واحدة مختلفة لهذا السؤال والسؤال بيقول العوامل المؤثرة في النمو أنا عايزة حاجة مش من العوامل المؤثرة في النمو أنا عندي إيه؟ الأسرة من العوامل المؤثرة في النمو الغدد من العوامل المؤثرة في النمو الوراثة من العوامل المؤثرة في النمو أنا حاسة أني غششتك هيبقى بقي إيه؟ الحاجة إلى تقدير الزات ليست من العوامل المؤثرة في النمو أنت خدت العوامل التي تؤثر في النمو وخدت الغدد وخدت الوراثة وخدت الأسرة وخدت الحضانة وخدت المدرسة خدت حاجة اسمها الحاجة إلى تقدير الزات لا إيبقى ده هو ده العنصر يمسك فيه كويس أو عيه رب مانك هو ده العنصر المختلف في هذا السؤال طيب نشوف السؤال اللي بعد كده الزكاء في مرحلة المراهقة زكاء نقط كده الزكاء في المراهقة أنت كمراهق دلوقتي نوع الزكاء اللي أنت بتتصف بيه إيه؟ إيه ده مثل أنا عندي زكاء يا كمان في زكاء أه في زكاء طبعا بس عاديتنا عرف نوعه إيه؟ حسي حركي ولا حسي ولا حسي عياني ولا زكاء مجرد طبعا تقولي سؤال مباشر هو إجابة مباشرة طبعا زكاء مجرد ومن قلب الكتاب بطلع الزكاء المجرد مش ده موضوعي أنا عايزة أفهمك ما معنى الزكاء المجرد علشان هو ممكن يجيبها لك بصيغة تانية يعني تعالي نستغل الفرصة ونأخذ السؤال ونشرح حتة مهمة جدا ما هو الزكاء المجرد أنا قلت لك الزكاء الحسي الحركي ده بتاع الأطفال في مرحلة الرضاعة وطفال مبكرة الطفل لابد أن يستخدم حواسه عشان يشعر بالأشياء ده زكاءه حسي حار بس ده لما كان طفل صغير انت جبيرت دلوقتي ما شاء الله زكاءك إيه زكاءك مجرد ما معنى الزكاء المجرد يلا سمعني كده ما معنى الزكاء المجرد الزكاء المجرد هو القدرة على التناول المفاهيم المجردة والرموز المجرد ده أنت صعبتين عليها جدا هي إيه الرموز المجردة دي هقولك طالب قدريه لما بيتعامل مع المنطق مش خدت حاجة اسمها المنطق الرمزي منطق رياضي خدت رموز قاف شرط لام قاف فصل لام ايه ده الكلام ده انت لو جيت خليت واحد علمي يقرأ هذا الكلام مشايفه بس انت فاهمه كويس جدا لان انت درسته في المنطق دي اسمها الرموز المجرد فانت فاهمها كويس جدا انه بتعرف تحل عليها طالب علمي عنده رموز في الفيزياء والرياضة انت لما تبص على الرموز دي تحسنها تلاصم ايه الكلام ده الحاجات دي حقيقة هو فاهمها كويس جدا يبقى ايزا الزكاء في مرحلة المراهقة يتسم بانه زكاء مجرد الشخص او المراهقة عنده قدرة كبيرة جدا على استخدام الرموز المجردة والبفاهيم المجردة تعال نشوف بقى سؤال تاني خش على الشخصيات شخصية من سفاتها حب الظهور ومحاولة جذب انتباه او اهتمام الاخرين ده انه نوع من الشخصية الانطوائية الهستيرية السايكوباتية ولا الشخصية الدونية تعال نرجع للسؤال كده بقولك شخصية تحب تظهر جدا شخصية تحب تلفت لانتباه شخصية تحب تبقى محور اهتمام الاخرين بيطلق عليه في بعض المراجع المراهق او الصغير البالغ يعني هذا الشخص او هذا النمط من الشخصية يتسم يعني فيه انفعالات عكس بعض طفل في صورة شاب او في صورة رجل كبير ايه نمط الشخصية ده برافو عليك سمعتك نمط الشخصية الهستيرية الشخص الهستيري الشخص عنده حب للظهور يحب لو قاعد فيه استشلة كده او قاعد فيه قاعدة لازم ان القاعدة دي كلها تلف حواليه بتتكلم عنه هو بس حب الظهور لفت الانتباه ما يلبس حاجة مش حلوة لازم يلبس حاجة جميلة اوفر شخصية اوفر يعني في الكتاب بيقولك شخصية مبالغة لكن انت مبالغة ما تفهمهاش اول لكن لما قولك شخصية اوفر تفهمها كويس اول اوفر في كلامها اوفر في ظهورها اوفر في لبسها الشخص الهستيري لو معرفش يلفت الانتباه يروح يعني هو قاعد في قاعدة كده وحس ان القاعدة دي خلاص بتهرب منه بقى وهو مش محور الكون ولا حاجة بدقوا يهتموا بحاجة تانية يعمل ايه الشخص الهستيري ده يحاول يعمل ايه حاجة اللي في الانتباه ممكن يتصنع الاغماء او حالة اختناء يعمل ايه مهم حاجة يبان ويرجع يعود للظهور مرة اخرى ده اتراب الشخصية لهستيري تعالي نشوف السؤال اللي بعد كده نرجع اهم حاجة اقرأ راس السؤال في الامتحان ما بلاش يعني بلاش الثقة الزيادة دي ارجوك ارجوك نقرأ راس السؤال حد المختلف من هذين مجموعة يعني مطلوب مني اطلع اختيار مختلف مش شبه الاختيارات اللي موجودة تكمن اهمية دراسة الاتجاه في انها ايه الاتجاهات اهمية دراستها تكمن في انها ايها تتسم بالثبات النسبي متعلمة ومكتسبة تعتبر نتاجا للخبرة السابقة ولا انها تتكون من فراغ طيب المفروض ان في اختيار واحد هو المختلف عن الاربع اختيارات دول طيب ما تيجي اشرح لك الاربع اختيارات وناخدها فرصة يلا بي تكمن أهمية دراسة الاتجاه واحد في أنها تتسم بالثبات النسبي الاتجاهات تتسم بالثبات النسبي طبعا دي أول خاصية من خاصة الاتجاه تتسم بالثبات الاتجاهات سبتة بس هو حطط لك كلمة نسبي عشان يوقعك بص لو قلت لك الاتجاهات سبتة سبت مطلق فاستحالة تتغير لأنها سبتة فاتجاهي نحو تشجيع فريق معين لو سابت سبت مطلق يبقى أنا عمري في حياتي ما أغير النادي أو تشجيع النادي لو عندي اتجاه معين نحو مثلا العمل الحر أو أنا برفض العمل الحر فلو أنا اتجاهي سابت سبت مطلق فأنا عمري ما أغير اتجاهي لكن مش ده اللي بيحصل الاتجاهات سبتة ولكن سبت نسبي يعني ممكن تتغير أنا بص بوشوشك أنا ممكن واناك في الكتاب دلوقتي يفتح الاتجاهات واكتب جنب السبت النسبي بالرصاص كده الاتجاهات ممكن تتغير هي مش سبتة سبت مطلق هي سبتة سبت نسبي فممكن تاخد وتدي معاك عادي جدا وتغيرها الصفة الثانية الاتجاهات متعلمة ومكتسبة طبعا الاتجاهات مكتسبة وفي حد قالك ان الاتجاهات فطرية أنا علمتك كده هي الاتجاهات فطرية ولا القيم فطرية الاتجاهات ليست فطرية الاتجاهات مكتسبة يكتسبها الإنسان من البيئة فانا لو عانت اتجاه ضد شيء معين او اتجاه بي و اي شيء معين انا جبته من البيئة انا مش وارسه من والدي و والدتي لا يوجد علاقة للجينات بالاتجاهات يبقى الاتجاهات مكتسبة وليست فطرية تعتبر نتاجا للخبرة السابقة طبعا الاتجاه نتيجة خبرة اشرحه لك دي انا حاسة انت عايز تعرفه يعني ايه اتجاه نتيجة خبرة تخال معايا مثلا حبيت افتح مشروع انا افتح مشروع او اشتغل بقى عمل حر بس خسرت فلوسي بعد الشر طبعا خسرت فلوسي كلها تخيل مثلا لما اتبنى اتجاه بعد كده عن العمل حر نوع اتجاهي طبعا اتجاه سلبي جدا نوع وحذر الناس اوه حد يشتغل عمل حر يا جماعة ده انا خسرت فلوسي تسألني سؤال محرج تقول اتجاهك تبنتين منين اقول له نتيجة خبرة سابقة انا عندي خبرة انا عملت مشروع واخسرت فلوسي عشان كده تبنت اتجاه سلبي ونحو العمل حر او العكس عملت مشروع ونجح فتبنت اتجاه ايجابي نحو العمل حر يبقى الاتجاهات نتيجة خبرة سابقة اخر حاجة الاتجاهات تتكون من فراغ لا دي واضحة عندك في الكتاب يقولك الاتجاهات لا لا اعمل دايرة على كدمة لا الاتجاهات لا تتكون من فراغ يبقى ايه العنصر المختلف في هذه الاختيارات ان الاتجاهات تتكون من فراغ لا الاتجاهات لا تتكون من الفراغ بل الإجابة الصحية هكون ايها الاتجاهات تتكون من الفراغ ده طبعا العنصر المختلف والغير حقيقي نشوف السؤال اللي بعد جد حب الشخص لتناول الحلوة وخوفي من السمنة وزيادة الوزن في نفس الوقت يعبر عن ايه يعني عندي أنا دلوقتي أربع أنواع من الصراعات انت خدت ثلاثة منه ويقولك صراع الإقدام الإقدام إحجام إحجام إقدام إحجام الإقدام الإحجام المزدق حب الشخص لتناول الحلوة واحد بيحب يأكل حلويات كتير بس في نفس الوقت خايف من أنه وزنه يزيد أو مرضى السكر اللي بيحبوا يأكلوا حلويات كتير بس في نفس الوقت خايفين من زيادة نسب السكر أو أنهما يعانوا بعد ذلك ده صراع ايه سمعتك ها رفع عليك صراع ايه بيقولوا عليه في بعض المراجع سراع الرهبة والرغبة سراع الرهبة والرغبة يعني الشخص بيكون خايف من حاجة وفي نفس الوقت هو عايز ياخدها فالشخص بيقى نفسه يعني يأكل ايه مشكلة ما أكل يعني عشر حتا جاتوا أنتوا مكبرين الموضوع اللي ويجي وزنه يزيد ده اسمه سراع ايه سراع الاقدام الاحجام حاجة حلوة أنا عايز أخدها بس في نفس الوقت دي وحشة دي هتسبب لي زيادة وزن فبعد فما تبقاش أنت عارف تقرب ولا تبعد وموضوع كبير خالص يلا أشرح لك بقية السراعات تعال بص على سراع الاقدام الاحجام سراع الاقدام الاحجام أنا عندي عنصرين أو عندي حاجتين اللي اتنين حلوين أخاف أختار واحد فأخصر التاني فأنا قدام وظفتين حلوين قدام كل يتين حلوين اوكي يبقى أختار واحد هاخصر التاني اسمه سراع الاقدام الاحجام انت عايز تقدم على الحاجتين بس ده صعب جدا سراع الاحجام احجام قلتلك عليه قبل كده اذا الفرق بين المصيبة والمصيبة السوداء بعض الشر عليكم سراع الاحجام الحاجتين سيئين جدا فلا عايز ده ولا عايز ده فانا ما لازم تختار يعني طيب اسرع الاقدام لحجم مزدوج انت مش عليك السرد يشوف السؤال اللي بعد كده الطالب الذي يرسل في الامتحان انا سده ده انا يرسل في الامتحان دي عليش عليها المراد الطالب الذي يرسل في الامتحان يحاول ان يزيد من مجهوده في استسكار دروسه حتى ينجح فانه يستخدم اسلوب ايه للوصول لهدفه البحث عن طرق اخرى استبدال الهدف بغيره استخدام اسلوب حل المشكلة ولا بس للجهد لازالة تعال احكي لك القصة القصيرة الحزينة للطالب ده الطالب ده عنده امتحان مادة معانا وكل ما يمتحن في هذه المادة مثلا يعني يسقط بعد الشارع طبعا على كل الناس يسمعني فهو بيحاول يعمل ايه مش عايز استسلم عايز يزود مجهوده ويذاكر اكتر اكتر لعله عسى ينجح المرة جاي هو هنا عمل ايه هنا عمل ايه هنا انت خدت معايا الطرق والاسليب المباشرة للتغلب على الصراع وكان اول اسلوب عندك هو بازل الجهد فلو انا عندي مشكلة انا وقعت في مشكلة دلوقت كل ما بذكر المادة بجيب درجة وحشة مجهود شوية ايه بزن مجهود شوية حب الضمير حب الضمير في المذاكرة حب لو ساعة سوى زودهم ساعتين تلاتة انت كده هنا ايه انت كده عملت بزلت مجهود زيادة اوكي طيب يبقى هنا الاجابة الصحة الطالب الذي يرصف الامتحان فبيحاول يزود مجهوده هنا طبعا بزل جهد اكتر لازالة العقل ده يعني هو عنده مادة كل ما بيذكر فيها او يمتحنها ما فيش نتيجة خالص بيرصف فيها فحاول يبزل مجهود اكتر يذكر اكتر ده طبعا هيكون اني اختيار بزل الجهد اللي ازالة العقل طعا نشوف السؤال اللي بعد كده ارتداد الشخص ارتداد يعني رجوع رجوع ارتداد الشخص لأسليب التوافق القديمة التي كانت تشبع رغباته وتحقق اهدافه تسمى حيلة ايه دخلنا في الحيل رجوع الشخص لأسليب التوافق القديمة دي انهي حيلة قدامي اربع حيل قدامي النقوص الانكار الاسقاط الازح طبعا سمعك بتقولي ارتداد الشخص لأسليب التوافق القديمة دي طبعا النقوص اسمح لي بقى اشرح لك يعني الاربع حيل دي مع بعض فرصة جدا ناخدهم مع بعض ونشوف معنا كل حيلة خلينا في الحيلة الاولى هي حيلة النقوص بالكيف النقوص يطلق على هذه الحيلة حيلة البحث عن الامان الشخص الذي يلجأ لهذه الحيلة يبحث عن الامان فلاقي الطفل مثلا سن ست سنين ولا حاجة يعني تعلم انه يقضي حقته بنفسه ويخش الطايلت ويتكلم كويس لما يجي طفل جديد في العيلة هو يشعر بالغيرة ويشعر انه هو دلوقتي ما بقاش محور الاهتمام وهو مش حاسس بالامان يقعد يدور كده في زهنه اي مرحلة كان مرصود فيها واي مرحلة كان يشعر فيها بالامان فيكتشف انها مرحلة الرضاعة فيبدأ يرتد بقى يرجع تاني يتبول على ذاته يرجع تاني يحط ايده في بقه يرجع تاني يبوز طريق كلامه زي الاطفال يرجع ممكن يحبي دي اسمع النقوص فالاشخاص اللي بيستخدموا هذه الحيلة هما في حاجة الى الامان فيدوروا على اكثر مرحلة كانوا يشعرنا بالامان ويرجعوا لها يعني مثلا كمان في بعض الرجال مثلا يوصل سن معين كبير في السن طبعا هو دلوقتي فيه تهديد بيوجه ولا انا مش عايز يعترف انه كبير فيرجع تاني بقى يسبخ شعر ويرجع تاني يعيش بنقول عليها مراحقة متأخرة ده نوع من انواع النقوص تمام ايه بقى حيلة الانكار لا انا هو بنكر كل حال يعني يبقى انا في مشكلة قوية جدا بس ده ما حصلش يعني اثبت ان انا مش انا يعني اثبت ان ده حلق ينكر فلو حد توفى عنده يعني شخص عانى من فقدان حد عزيز عليه ينكر يقول لك لا ما ماتش ده عايش ده جاي كمان شوية الاب والام اللي عندهم طفل يعاني من اعاقة ويرفضون الاعتراف بذلك فالاب والام يرفضوا لك لا ده نابني كويس ده بالعكس ده زكي لا ابنك عنده مشكلة ويرفض يعني بينكر الاتنين بينكروا ان في مشكلة وده طبعا بيزود من المشكلة ده حلة ننكر هو رفض الاعتراف بالواقع حلة الاسقاط يعني حاجة جوايا صفة سيئة بس انا مش عايزها معايا فما تاخدها انت انا انا بنسق فيك عيوبي اي عيب فيا فيعني برمي عليك فقول لك انت مغرور وانت كذاب وانت بخيل وفي الحقيقة انا اللي مغرور وانا اللي بخيل وانا اللي قد مش انا هانه مش انا هانه يعني مثال يعني الازاحة الانتقال بنق المشاعر من مكانها الاصلي لمكان اخر ففي بعض طلاب الجامعات لما يخشوا كده اول محاضرة ويكتشفوا ان الشخصية اللي بتحاضر يعني امرأة فيرفض انو اتقبل منها اي علم وما يحبش المحاضرة بتاعتها هو عمل هنا ايه هو عمل هنا ازاحة نقل مشاعره لامه وامه طبعا حنينة وامه ضعيفة وامه كائن جميل نقل هذه المشاعر للدكتورة فهو مش هو شايفة امه يعني مش 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 ااخد منك علم دي طبعا حينة الازاحة يبقى الاجابة الصحيحة لهذا السؤال هي طبعا ارتداد الشخص لحالة قديمة هي مرحلة النقص او حينة النقص دلوقتي هنكمل بقية اسئلتنا على البورد جاهز انت الكتاب ولسه معاك القلم والكراسة وبتخطط معا يلا بينا نشوف السؤال الاول تزداد نسب الجرائم في المجتمعات التي يلعب فيها الدين دورا هامشيا وثانويا يمكن التحقق امبريقيا من هذا الفرد ليكون قانونا اجتماعيا نظرية اجتماعية تعريفا اجرائيا ولا بديهيات منطقية دخلنا بقى في الاسئلة لبتقيس مستويات علم التفكير نبص على المقولة تزداد نسب الجرائم في المجتمعات التي يلعب فيها الدين دورا هامشين وثانوين يعني نشوف المجتمعات اللي يمكن ما فيهاش دين او الدين شوية بلعب دور هامشي او من عصات حباب تزداد نسب الجرائم بشكل كبير جدا وبتكون مجتمعات فيها جرائم اعلى من باقي المجتمعات تعالوا نكمل باقي خلاص انا فهمت الجزئية دي الجزئية اللي جاية هي الاهم يمكن التحقق امبريقيا من هذا الفرد فانتا تقرف الامتحان كلمة امبريقيا فتحس ان الامتحان دي غلط اكيد الجملة دي مش مكتوبة صح لا الجملة صحيحة والكلمة صحيحة الامبريقي او العلوم الامبريقية او كلمة امبريقيا تقدر تكتب جنبها تجريبيا او واقعيا اوكي فانا ممكن اقولك يمكن التحقق تجريبيا هي هي مروحناش بعيد او ممكن اقولك عشان تكبرت دلوقتي تقدر تتعامل مع كلمات كبيرة كده زيك فقدر اقولك يمكن التحقق امبريقيا ولا تتأثر ولا يحصل لك اي حاجة امبريقيا يعني تجريبيا او واقعيا من هذا الفرد ليكون ايه اه هذا الفرد شايف كلمة الفرد دي فممكن نعمل دايرة يعني الجزئية اللي فوق دي فرد علمي يقولك تزداد نسب الجرائم في المجتمعات التي يلعب فيها الدين دورا هامشين وسنوين ده يعتبر فرد هم عاملين فرد ده يعتبر فرد طيب عندما اتحقق من الفرد امبريقيا يعني وقعيا وتجريبيا وانزل كده لأرض الواقع واتحقق من هذا الفرد وروح افص على المجتمعات الذي يلعب فيها الدين دورا هامشين هل هل بتزداد عندكم نسب الجرائم هذا الفرد حينما اتحقق منه هتحول الى ايه بص خدتها في المنطق وخدتها معايا في علم الاجتماع راجع معايا كده حينما او عندما اتحقق من الفرد العلمي انا افترضت فرد معايا تخيل مثلا انا افترضت ايه ان اسباب التفكك الاسري مثلا المستوى الاقتصادي او اسباب الانحراف التفكك الاسري انا عملت هنا فرد فرد هو تفسير مؤقت للمشكلة منطقة يا جمال منطقة اذا ايه اللي جاب المنطق لعلم النفس واتمعك؟ لينك واحد الفرد العلمي لما بافترض فرد معايا الفرد هي تفسير مؤقت انا متأكدتش منه لما برجع اتأكد من الفرد لو الفرد الصادق يتحول الى ايه؟ هابرافو عليك سمعتك يتحول الى قانون الفرد العلمي لما باج اتأكد منه ويطلع فرد صادق يتحول الى قانون تخدتها في المنطق طب عندما لما اتأكد من الفرد ولا ايه فرد مش حقيقي بس تبدله بفرد اخر طب ده في المنطق يا ميز دعاء وانا عندي هنا فرود في علم الاجتماع طبعا فجأة دلوقتي افتح كده النظرية الاجتماعية هاتلي كده هتلاقي ايه هنا؟ سطر بالزبط كي ولا كي النظرية تتكون النظرية من مجموعة قوانين والقوانين هي التوصف علاقة بين مجموعة زوهر فالنظرية مجموعة ايه؟ قوانين برافو عليك والقوانين بتصف العلاقة بين الزوهر مش هروح بعيد افتح نظرية الاشراط الكلاسكي بتاع ايفان بافلوف نظرية ايه؟ فيها كم قانون تدعيم انتفاق استرجاع تلقائي تلت قوانين يبقى النظريات او النظرية تشمل مجموعة قوانين والقوانين في الاساس كانت فروض لما تأكدنا منها اصباحة قانون يبقى لما اجي اروح لهذا السؤال وتأكد فعلا ان نسب الجرائم بتزيد في المجتمعات التي يلعب فيها الدين دورا مشان يبقى هذا الفرد لما تأكد منه يتحول الى قانون برافو عليك شوف السؤال اللي بعد كده ديفيد جوزيف بيقولك ايه؟ العظماء يحتكرون الانصاط بيسمعها كويس جيدة الناس العظيمة بتحتكر الانصاط يعني الاستماع بدقة والتافهون يحتكرون الحديث يعني الناس اللي بتتكلم عن مال على بطال دول الناس تفهى مين اللي بيقول كده ديفيد جوزيف يعتبر الانصاط في القول السابق احد بناء ايه؟ نرجع للسؤال تاني معلش يقولك هنا العظماء يحتكرون الانصاط يعني الشخص العظيم القوي اللي عنده علم ساكت على طول بيسمع بيسمع يعني انصاط يعني يستمع بيسمع كويس جيدة اما الناس التفهى بتتكلم عن مال على بطال يعد الانصاط هنا الاستماع وبدقة احد بناء ايه؟ دخلنا بقى في اسئلة اعلى شوية من الاسئلة الفاتسة التغاير الاجتماعي النظم الاجتماعية التفاعل الاجتماعي ولا العلاقات الاجتماعية هيا الإنصاط العزمائية أنا بفكر كده في الامتحان عارف أنا أنا وقعد أنا قدام امتحان وجاليcis أنا فكر بالطرق دي بص غش مني كده العزمائية يحتكي يرون الإنصاط يعني الناس العظيمة بتسمع بتسمع يعني الاستماع ده إخلاق يعني الواحد يسمع لحد ده إخلاق ده مؤدب جداً إنه بسمع لحد فيه ناس بطرقاش تسمع תتكلم بس تسمع بتسمع بتسمع الاستماع ده والإنصاط أحد جوانب إيه برافو عليك العلاقات الاجتماعية لازم عشان العلاقات تكون جاهدة يكون فيها جانب أخلاقي نسمع بعض ونحترم بعض انت بقيت أشتر مني برافو عليك شوف السؤال بعد كده يقول آدم سمس إن الإنسان مسير بدافع المصلحة الشخصية إلى أن النظام الطبيعي يوحي إليه بتحقيق مصلحة الآخرين وهو بصدد تحقيق مصلحته يعكس هذا القول أحد العوامل المؤثرة في التعاون وهو العامل إيه البيئي العقائدي النفسي والثقافي لا أرجع للجملة لأن الجملة دي محتاجة محتاجة كتالوج محتاجة نفهم الجملة بيقولي الإنسان مسير بدافع المصلحة الشخصية الإنسان أصلا عنده مصلحة شخصية أي إنسان عنده دوافع شخصية وعنده دوافع ذاتية ويحب نفسه ده طبيعي جدا وقلنا الكلام ده طبيعي أي إنسان بيحب يحقق مصلحته ويحب ذاته ويحب يحقق أي حاجة فيها فايدة للإنسان طبيعي بس النظام الطبيعي اللي إحنا عايشين فيه ده بيجبرك أو بيجبرك إنت سمعت صح بيجبرك وإنت بتحقق مصلحتك الشخصية غصب عنك بتحقق مصالح الآخرين مثال مثلا إنت خاين أنت رايح الشغل عشان تقبط فلوس 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 يعني أنت تبقى مبسوط معاك فلوس إنت جاي بتحقق مصلحة أي شخصية طبعا أنت رايح تاخد فلوس بس عملك ده أكيد بيحقق منفعل الآخرين صح ولا صح المدرس اللي رايح شغله الصبح رايح ياخد فلوس بس برايح يعلم الطلبة فهي هنا بيعمل إيه فهي هنا بيفيد الآخرين يبقى الإنسان زي يقول أدم سمس الإنسان مصير بدافع المصلحة الشخصية ويرايح يحقق مصلحته الشخصية في الطريق كده بيحقق مصالح الآخرين دي أي دافع أو أي عامل من عوامل التعاون العامل البيئي ولا العقائدي ولا النفسي ولا الثقافي سؤال جاي لغير مباشر سمعاك برافو عليك بتقول لي عامل طبعا عامل نفسي عامل نفسي لأن انت في العامل النفسي كده افتح الكتاب عند التعاون هات العامل النفسي كده ويقولك إن العامل نفسي الإنسان في نوعام الدوافع بتمشي الإنسان دوافع ذاتية دوافع بتاعته هو عايز حقق مصلحة نفسه مش عيب ودوافع غيرية الآخر دوافع الآخر ورغبة في أنه يفيد الآخر نشوف السؤال اللي بعد كده يقول دوركايم أنني حين أقوم بالتزاماتي كأخ أو كأب أو حين أفي يعني أوفي أوفي بتعاقداتي فإنني أقوم بواجبات لم أحددها أنا بنفسي أو لم تحددها أفعالي ولكنها محددة لي سلفا في القانون وفي العرف وفي العادات ده يوضح أن الظاهرة الاجتماعية تتسم بإيه دوركايم بيقولك إيه لما أجي أقوم بواجباتي يعني أنا دلوقتي أنا كأب أو كأم أو أنا كأم أو كمعلمة لما أجي أقوم بهذه الواجبات أو أفي بتعاقداتي الحاجات دي أنا ما كنتش محددها بنفس لكن هذه الأدوار محددة لي سلفا يعني من قبل أنا ما كون موجودة وهذه الأدوار موجودة مدرس بيعلم الطبيب بيعالج الجندي بيدافع عن الوطن هذه الأدوار موجودة سلفا أنت لا دخل لك فيها ده يدل على النظام الاجتماعية إيه تلقائية جبرية شيئية ولا عمومية نبقى عاديين في الامتحان ويجينا السؤال زي ده ونلاقي الطلبة نتقسمت نصين نص يقولك إنها جبرية لأن الحاجات أوريزي محددة لي سلفا فأنا مغصوب يعني فيه غصب واقتدار هنا فجبرية ولا الجبرية فيه ناس مذاكرة أكتر شوية فتقولك لا دي شيئية فإحنا بقى نعمل إيه هنا في حالة زي دي فيه الأدق دايما جاب الأدق الإجابة الأدق في هذه فيه في هذا السؤال هتكون الشيئية بيقول لي إيه في الشيئية أشرحها لك وي المشكلة الشيئية أن الظاهرة الاجتماعية خارجة عن زوات الإنسان يعني الظاهرة الاجتماعية يعني مثلا زي الألم ده ما أنا مسكهولك في إيدي ها ده شيء خارج عني الألم ده شيء قائم بذاته أنا مليش دعوة بيه فأنا لو مشيت مشيت خلاص سبت المكان ومشيت الألم موجود وممكن حد يجي تاني يستخدم هذا الألم يبقى الظوال الاجتماعية شيئية يعني الشيئ قائمة بالذاتها خارجة عن زوات الأفراد لا تولد مورد الفرد ولا تفنى أيضا بفنائه فالظوال الاجتماعية هو أدواره محددة سلفا واجباته محددة سلفا هو محددهاش وجي لقاها طبعا الظاهرة الاجتماعية شيئية وكده نكون خلصنا مجموعة الأسئلة اللي استعرضناها على البورد لسه فيه أسئلة تانية معايا معاك الكتاب والألم والكراسة ويلا نكمل باقي أسئلة شوف بقى باقي الأسئلة يقول إيه هذا السؤال تعد أداب السلوك من أشكال الثقافة مادية ولا غير مادية ولا ترقومية ولا قانونية فأنت تقولي ده السؤال سهل جدا أداب السلوك من أشكال الثقافة طبعا الغير مادية أرجع معاك بقى الثقافة المادية والغير المادية إحنا عارفين أن الثقافة لها شكلين فيه ثقافة مادية فيه ثقافة غير مادية الثقافة المادية هي الثقافة المدركة بالحواس فأنا أقدر أشوفها كويس جدا فأنا ممكن أشوف الألعة أشوف الأهرامات دي كلها الثقافة مادية أقدر أكلف خطري كده واروح كده الزيارة للألعة كده وقطع تسكرة صغيرة كده واخش أتفرج على زمان كانوا بيلبسوا إيه الألعة جميلة جدا فرصة عظيمة أنكم تروحوا تزروح ممكن بعد آخر يوم امتحانات تروحوا تزروح بص على الألعة كده هتلاقي شكل الزيارة زمان بيكانوا بيلبسوا إيه وشكل العملات وحتى شكل الأسلحة اللي كانت بتستخدم دي كلها ثقافة مادية يبقى الثقافة حاجتين هي إما ثقافة مادية مدركة بالحواس فأنا بديك أمثلة ممكن في الامتحان يجيب لك أمثلة هيقول لك مثلا شكل الزيارة زمان العملات شكل الأسلحة دي كلها أشكاء شكل البيوت دي كلها ثقافة مادية فيما ثقافة أخرى هي ثقافة غير مادية لا ترى بالعين ما أقدرش أشوفها بس موجودة العادات التقاليد القيم أداب السلوك كل دي ثقافة ولكنها ثقافة غير مادية يعني مثلا زمان كده في الأربعينات أو الخمسينات فرج على الأفلام الأديمة أبيض واسود هتلاقي بمصطلحات كده وطريقة في الكلام هي مش موجودة دلوقتي مش موجود بقى دي ثقافة إيه؟ دي ثقافة غير مادية نشوف السؤال اللي بعد كده هناك بعض الأسر أو جدد في منازلها حصالة حصالة اللي بنحط في الفلوس سموها حصالة الخير حيث يضع الطفل جزءا من مصروفه ويتم فتح الحصالة في الجمعة الأولى من شهر إبريل كل عام لتقديمه إلى إحدى دور رعاية الأيتام في حفل بهيج استخلص من هذا الموقف الحياتي إحدى المشاركات في العمل التطوعي مشاركة معنوية مادية عضوية ولا مشاركة بالمجهود ارجع لي هنا بقى أسرع عادية جدا عندها حصالة زي الحصالة المجهودة في كل بيوتنا حصالة وكل يعني كل يوم بيسيبوا جزء من المصروف في هذه الحصالة بيحوشوا يعني زي ما احنا بنحوش كده بس الحصالة دي ما تتفتحش غير يوم واحد في السنواء أول جمعة من شهر أبريل شهر أربعين طبعا معروفة أن أول جمعة في شهر أبريل هو يوم اليتيم فالأسرة المحترمة دي كل جمعة من شهر أبريل أول جمعة من شهر أبريل بيفتحوا الحصالة طبعا فيها مية متين ألف عشر تلاف زي ما يطلع ويقوموا متبرعين بيها لدور عاية الأيتاء اللي عملته الأسرة المحترمة دي بقى مشاركة ايه طبعا ده عمل تطوعي أكيد بس أني نوع من أنواع المشاركة مشاركة معنوية لا احنا قلنا المشاركة المعنوية في العمل التطوعي أنا بقى يعني بشارك بشكل معنوي بدافع عن العمل التطوعي بأشهره بأعرضه ده دي مش مشاركة معنوية الناس دفعت فلوس الناس دفعت فلوس دي مشاركة ايه طبعا مشاركة برافو عليك سمعتك مشاركة مالية وعايزك تركز جدا اللي امتحان قائم على الأمثلة اللي امتحان قائم على معظمه أمثلة فهيجي أمثلة فنفهم المثال كويس جدا ونجاوب صح أنا فكرة المشاركة المالية دي قد تقول ممكن شنط رمضان يا ميز بس دي مش فلوس بس دي حاجة حاجة متجابة بفلوس أوكي فإن أنا أدفع تمن مثلا شنطة رمضان دي مشاركة مالية لكن يوم ما أنا أروح بنفسي أنا مش دافع حاجة بس أنا رايح أوزع الشنطة دي مشاركة عضوية يبقى أنا عندي عمل تطوعي كان مشاركة يا بالفلوس مشاركة مالية طب ما عيش فلوس مش مشكلة تعال بنفسك مشاركة عضوية طب ما ما قدرش ياجي مشغول ممكن مشاركة معنوية أوكي شكرا يلا نبدأ معا كده يؤكد الدكتور مهدي القصاص أن ثقافة المجتمع ومعتقداتهم تؤثر بشكل مباشر على قرارات الأفراد وأراءهم تجاه العمل الحر مشيرا إلى المسأل المصري الشعبي إن فتك الميري اتمر مغ في ترابه استخلص من هذا القول العلاقة بين ثقافة والسلوك العمل هل علاقة بين ثقافة والسلوك العمل هل تتباعدين في صالية؟ تناقضية توافقات كامولية ولا تباينية؟ لا يا ميس أنا عايز أفهم السؤال لأن سؤال يعني ثلاث سطور ومش مفهوم بصبا ثقافة أي مجتمع بيأثر بشكل كبير جدا على السلوك الأفراد يعني ثقافة المجتمع سمع الجملة أنا بقولك إيه؟ ثقافة المجتمع تؤثر على سلوك الأفراد إزاي؟ مجتمع المصري مشهور جدا بثقافة العمل الحكومي يعني الناس في المصر يعني تسأل أي واحد مصري يقولك نفسك تشتغل في الحكومة بيحبوا جدا شغل حكومي تب افتح مشروع؟ لا تب افتح محل لا أنا عايز أتوظف في أي حاج ده ده عمل حكومي فاستقافة المجتمع المصري تؤايت جدا عمل حكومي ويعني بالنسبة له الشغلانة الحكومة دي هي كل حاجة طب ما الحكومة هتوظف الملايين دي إزاي؟ وإمتى؟ يعني حكومة هتوظف هذه الملايين دي إزاي؟ بصعب جدا برضو صعب فهنا المصريين يحبوا جدا الوظيفة الحكومية وطلعوا مثل شعبي أعتقد يعني أنت صغير على أنك تفهم مثل ده بس هفاهمه ولك بيقولك انفتك الميري اتمرمغ في الترابو يعني انفتك الميري الميري يعني الوظيفة الحكوم فاتتك فاتتك الميري خلاص الوظيفة ثابتك ومشت اتمرمغ في الترابو أي حاجة من ريحة الحكومة بقى؟ أي حاجة أهم حاجة تبقى في وظيفة حكومية ثقافة مشهورة جدا عند المصريين العمل الحكومي أهم مين مرة من العمل الحر ده يضل على ايه؟ إيه العلاقة اللي هنا بتجمع ما بين ثقافة المصريين وسلوك العمل هل في علاقة هناantine تا時 هل في علاقة بين ثقافة المصريين وسلوك العمل؟ أه على فكرة معظم المصريين مش عايزين يفتحهم مشاريع وعايزينирован في الحكومة شايفين نتاكده أفضل معين اللي بيفتحهم مشاريع يكسبو كتير جدا أكتر من اللي شغليين في الحكومة يبقى تعال بص كده نشوف العلاقة بين الثقافة وسلوك العمل علاقة ايه هل في علاقة بين الثقافة والعمل علاقة تباعدية لا مش تباعدية خالص ده في علاقة قوية جدا تبا تناقضية لا برضو أنا بغشيش أخلي بقى تباينية تباينية يعني مختلف توافقية تكاملية هي دي هي دي الإجابة الصحيحة العلاقة بين الثقافة وسلوك العمل هنا عند المصرين طبع علاقة توافقية وتكاملية عايز أقول لك مثال شبه كده شوية ثقافة الصينيين بتأثر على سلوكه زي ما عندنا ثقافة المصريين وثقافة العمل الحكومي بيأثر على سلوك المصريين نفس القصة في الصين ثقافتهم بتأثر على سلوكه فهدون عندهم ثقافة أنهم بيأكلوا أي حاجة تمشي على الأرض يعني أي حاجة موجودة يأكلوها وفلس ده بيأثر على سلوكهم طبعا عندهم أسوأة كتيرة بيبيع حيوارات كتيرة وكلها بتتأكل يبقى ثقافة تؤثر على السلوك اللي برد طبعا صحيحة ولا علاقة بينه التوافقية كاملية. يرى الدكتور سالم محمد إلى أنها عملي فكرية منظمة من أجل تقصي الحقائق المتعلقة بمسألة أو مشكلة معينة. تسمى موضوع البحث بطريقة علمية منظمة تسمى منهج البحث. وذلك للوصول إلى حلو الملأمة للمشكلة أو إلى نتائج صالحة للتعميم على المشكلات المماثلة. تسمى نتائج البحث. ما هذا السؤال يا إلهي أربع سطور. اللي أنا قلته ده يشير إلى إيه؟ التنميل الاجتماعية، التنميل الاقتصادية، البحث العلمي، المعرفة العلمية. لا تعالي أنت سيب الاختيارات وركز معي أنا أقول لك على حاجة. دلوقتي كلنا عايشين في أزمة الفيروس كورونا طبعا. وكل الدول تتصارع وتتسابق من أجل الحصول على اللقاح أو التطعيم. كل دولة عايز تكسب. التطعيم وإلي تكسب. يعني بالحب هيكسبه بالحب كده وهيعمله التطعيم ده بالحب. ولا فيه بحث علمي ولا فيه علم شغال. فيه علم شغال طبعا. فكل الدول شغالة بأيديها وسنانها عايزة تجد اللقاح. ففيه حاجة اسمها بحث علم شغال. بحث علم يعني عبارة عن مشكلة موجودة. أنا بحاول أجد لها علاج واجد لها حل. بستخدم منهج في البحث. ما هو مش كده. بنا بس أيني؟ المشكلة اللي عندي دي أنا عايز أوصل لحل. هوصل لحل إزاي؟ هوصل لحل عن طريق منهج معين. منهج معين في التفكير هساعدني في الوصول لحل أو النتاج هذه المشكلة. فالسؤال اللي قدامي ده إجابته هتكون طبعا عمليا فكريا لتقصي الحقائق. عمليا فكريا أنا عايز أوصل لحقيقة معينة. عايز أوصل لحل. أنا بس بوصل بستخدم منهج علمي. طبعا البحث العلمي. مرافو عليك. تشوف السؤال اللي بعد جاء. العولمة في عالمنا المعاصر تعد الجميع بالمتعة. تعد يعني بتوعد. العولمة في عالمنا المعاصر تعد الجميع بالمتعة. وتطالبهم بتفاعل مجتمعات الأطراف مع المراكز لتحقيق إنسانية الإنسان. دخلنا بها هنا إيه في أسئلة عالية شوية. وحتى لا يجدوا أنفسهم متخلفين على الرقب التقدم وقيم الإنسانية. استقلس من عبارة السابقة إحدى مميزات العولمة. فقدان الهوية، حقوق الإنسان، النزع الاستهلاكية ولا التبعية السياسية؟ بص يا عزيزي الطالب. بيقولي هنا العولمة في عالمنا المعاصر تعد الجميع بالمتعة. يعني العولمة يعني بتوعبكم أن أنتوا هتمبستوا جداً وكلكوا هتستمتعوا وكلكوا هتستفيدوا. ماشي. وتطالبهم بتفاعل مجتمعات الأطراف مع المراكز لتحقيق الإنسانية. فأنا بقاعد كياه في لجنة إيه مجتمعات الأطراف دي؟ إيه إيه الكلام ده؟ ولكده برضو وجدت لك في سؤال كان فيه حاجة اسمها الإنسان زي البعد الواحد. فالكلام ده بتجيبوه منين؟ لأ مش بتجيبوه منين، الكلام دوت يتفهم على فكرة. مجتمعات الأطراف، تخيل معايا كده؟ أنا في اللجنة طبعاً ما فيش استخدام إنترنت معايا طبعاً. وعايز أعرف يعني مجتمعات الأطراف. وإنترنتي إيه محدش معارف يعني. فتخيل معايا أنا عندي كلمتين أطراف ومركز. مركز يعني منتصف. مركز يعني في النص، زي مركز الديركية، مركز منتصف. أطراف يعني بعيد. فالعولمة عايزة إيه؟ عايزة يتفاعل مجتمع الأطراف اللي هم البعيد مع مجتمع المركز اللي هم في النص عشان كله يستفيد. وبالمناسبة مجتمعات الأطراف ده لفظ استخدمه كارل ماركس في أحد كتاباته عن مجتمعات الأطراف. إيه هي مجتمعات الأطراف؟ علمياً بقى مجتمعات الأطراف هي المجتمعات الغير أوروبية. مجتمعات الأسيوية أو الأفريقية فطبعا إحنا عارفين أن العولمة من أكبر مشاكلها أنها زودت الفجوة الفجوة بين المجتمعات الغنية والمجتمعات الفقيرة ففي العولمة المجتمعات الغنية ازدادت غنى والمجتمعات الفقيرة ازدادت فقر صحيح؟ صحيحة هنا بيقولك المفروض العولمة بتحول توعد أنها تقرب بين المجتمعات دي مجتمعات الأطراف اللي هي بعيدة الفقيرة مع مجتمعات المركز اللي اتنين طاربهم بعض لتحقق إنسانية الإنسان والبني أدمين يعيشوا في هذه المجتمعات بإنسانية شديدة ده معناه إحدى مميزات العولام فقد الهوية بزمتك دي ميزة فقدان الهوية دي ميزة النزعة الاستهلاكية بقى غلط التبعية السياسية غلط طبعا هي حقوق الإنسان فتتعاون مجتمعات الأطراف مع مجتمعات المراكز لتحقيق حقوق الإنسان وحياة أفضل للإنسان تعال شوف السؤال ده خطير جدا بقى العامل المسبب للتطرف لدى الشباب قد يكون إيه إحنا خدنا التطرف وعرفنا إن التطرف له مجموعة عوامل من ضمن العوامل عامل متأثر بي أو متعلق بي الإنسان نفسه يبقى العامل المسبب للتطرف للشباب قد يكون إيه نوعي ولا إيجابي ولا ذاتي ولا تربوي الإجابة المفروض تكون ذاتي صحيح بس أنا عايزة فهمك حاجة لا علاقة بالتطرف وشخصية المتطرف حاجة هنرميها على البيئة يعني هو المتطرف ده ساب البيئة لا البيئة عامل مهم جدا وأيضا شخصية الإنسان لها عامل مهم جدا فالشخص المتطرف يتسم بسمات في الشخصيته وانغلق في التفكير شخص عنده مشاكل في مفعالاته ومشاعره شخص شكاك زد عن نزوم يبقى التطرف مش برضو جاي مش كله من البيئة أيضا الإنسان وذات الإنسان وسمات شخص الفرد لها تأثيرها نشوف السؤال بعد كده تعلم الاختلاط بجميع أنواع البشر وواظب على الاحتكاك المستمر بهم إلى أن تتمهد الأجزاء الغير متسوافة عقلك هنا النصيحة بيقولك أن أنت لابد أن تتفاعل مع كل البني أدمين وتتعامل مع كل البني أدمين عشان تستفيد استفادة رهيبة جدا جدا أن أجزاء عقلك تتمهد وتبقى شخصية ناضجة طبعا الإجابة الصحيحة يكون إيه هالتفاعل مهم ليها؟ هالتفاعل له نتائج إيجابية على شخص الإنسان لما بتتفاعل أنت بتتمهد أجزائك الداخلية تكون شخص السوي السؤال اللي بعد إن ما يميز الكائن البشري هو ميله إلى الاجتماع فهو اجتماعي بالوراثة مين كان بيأكد أن الإنسان دائما اجتماعي ويحب المجتمع ويحب طبعا طبعا برابة عليك ابن خلدون النصيحة اللي بعده تغيير نظام التعليم القديم من ورقي إلى الكتروني بيحتاج وقت طبعا بيحتاج وقت يعني مش من يوم وليه لأ لك يلا يا ابن يا يلا تابلت لا أنت بتتضرب من أول سانة وتانية سانة يبقى هذا التغيير حصل إيه ها؟ علاقة السبب والنتيجة مكررة ولا التكامل التام في الأنصاق ولا التغيير عاملات ووفقية بطيئة ولا الأنصاق الاجتماعية في حال التوازن طبعا لما بغير من نظام نظام للنظام أو من حالة إلى حالة هذا التغيير توافقي وبطيء في الأساس يبقى العبارة يكون التغيير عاملات ووفقية في الأساس فالمجتمع ليس بعيدا عن الأفراد فالظواهر الاجتماعية معمولة ومعيشة بواسطة الأشخاص يعني المجتمع مش معمول بعيدا عن بني أدمين المجتمع معمول مع البني أدمين والمجتمع جوه بني أدمين طبعا أنت متفاجئ بحاجة زي كده ده العلاقة بين إيه وإيه؟ مجتمع بني أدمين؟ مجتمع ناس إنسان يبقى طبعا العلاقة بين علم الاجتماع وعلم النفس في وصفه لثقافة العمران الذي هو من صنع الإنسان بمقام به من جهد وفكر ونشاط ليسد به النقص بين طبيعته الأولى حتى يعيش حياة عامرة زاخرة بالأدوات مني خلدون بيقولك أن ثقافة العمران هي من صنع الإنسان هو العامل للثقافة دي وعشان يعيش حياة رقية متطورة طيب ده يدل على أن الثقافة عملية إنسانية شوف السؤال الأخير الثقافة ليست استاتيكية سابتة لكنها تزود نفسها دائما بعناصر جديدة تثريها وتضيف إلى مضمونها الثقافة عملية إنسانية الثقافة عملية مكتسبة الثقافة عملية متغيرة ولا الثقافة عملية شمولات على ما شرح لك السؤال بقول ليه الثقافة ليست استاتيكية استاتيكية ده مصطلح في الزياء شوي استاتيكي شيء استاتيكي يعني شيء جامد وهنا بينفي بقولك الثقافة ليست استاتيكية يعني الثقافة ليست جامدة ما نعارف الثقافة ايه دايما بتزود نفسها يبا الثقافة عملية ايها متغيرة يبا الثقافة ليست استاتيكية ولكنها الثقافة طبعا عملية متغيرة وكده اكون خلصت معاكم مجموعة الاسئلة والامتحان طبعا اتمنى يكونوا فهمتوا وقدرت على قد ما اقدر ان انا اشرح مجموعة تفاصيل كده في النص ذكروا يا سنة تالتة واتمنى لكم التوفيق ونقف الموبايلات اللي مندور شوية كده والركز في يعني في المذاكرة وان انا اذاكر اكتر من مرة واحل اسئلة لان الموبايل قاعد ولكن الوقت هو اللي بيعدي شوفكم على خير واتمنى لكم التوفيق واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته